تحياتي من صوت لبنان عبر أسير الإزاعة وعبر صفحة VDL.me وصفحة صوت لبنان على الفيسبوك بداية بدي أعتذر عن الغياب يلي سمر أسبوعين مستعدون لتعاون مع أي رئيس منتخب موقف متقدم للسفير الصعودي في لبنان وليد البخاري بعدما كان يؤكد أن المملكة تحبذ وصول رئيس ليس منغمسا في الفساد المالي والسياسي حراك صعودي لافت في الساعات الأخيرة وحراك غير معلن بين القوى النيابية المعارضة في محاولة للاتفاق على مرشح واحد قبل موعد 15 حزيران الذي حدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الصقف الزمني ليس ترجمة للرغبة بإنهاء الفراغ الرئاسي فحسب بل الأكيد أنه نتاج خشيتين كبيرتين الأولى الخشية من فراغ في حاكمية مصر في لبنان والثانية خشية من مفعيل اجتماع الدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني ضيفي في بالأول شاب متعلم مثقف نجح في كسر جدار الانتخابات التقليدية في ترابلس لديه طموح على الصعيد الإنمائي ترابلسي والشمالي والتشرعي رقبي على الصعيد الوطني أهلا وسهلا فيك أستاذ النائب المستقل إيهاب مطر قبل ما بلش حلقة مع حضرتك بدي أشير إلى أن سأناقش ملف التحقيق في قضية فوري قبل انطلاق المتعلق بطبيض أموال المتهم بهما الأخوان السلامي انطلاقا من جولات التحقيق الثلاث التي قم بها فريق من القضاة الأوروبيين وصولا إلى جلسة التحقيق المرتقبة في باريس في 16 أيار الحالي ديوفي في المحور الثاني الصحفي اللبناني المقيم في باريس وهو متخصص في شؤون الفرنسية تمام نور الدين والصحفي المتخصص في القضاية القضائية يوسف ديب أهلا وسهلا فيك أستاذ إيهاب مطر المرشح على دائرة ترابلس ودي أقول لك مبروك أنا ولا مرة استضفتك مش مبروك على الانتخابات إنما مبروك إنك فزت بالطعم يعني لم تستطع يمكن هذه المنظومة أن تسقط إيهاب مطر كما أسقطت رامي فنجي أنا بتأسف على هذا الموضوع بازلنا نحكي عن ترابلس خلينا نبلش بترابلس نرجع لحين نحكي كتير عن السي اسي ترابلس يمكن من أكثر المدن فقرا في محيط المتوسط وعلمة ترابلس رجالات سياسة رجالات ميل رجال أعمال اللي بدكن إياها من بعد ما صار فيه هذه الانتخابات وفزته كان فيه نواة اجتماع اجتماعات متعددة لنواب ترابلس للتدارس ترابلس لشو بحاجة لاش اتوقفت هذه الاجتماعات وشو عملتوا بهذه الفترة أولي الشي بدألك شكرا على الإصدار أهلا بصحلة بس لحتى أرجع أوضح موضوع الطعن كان يمكن خارج الصياء يلي كان لازم يكون فيه أكيد بالدستور كان فيه عنده فرصة أي خاسر أنه يكون عبا أقدم طعن بس ما كان فيه أي أساسيات للطعن وهيدا الشيء نحنا كنا عارفينه وبالآخر طلعت النتيجة يلي هي كان لازم يعني تصير من هك أنا استخدمت لم تستطع المنظومة السياسية اسقاطك في الطعن ولكن نحنا من لما صارت الانتخابات النيابية صار فيه دعوة وكنت أنا عم بادر لحتى أحكي مع كل النواب أنه خلينا نحط أي اختلاف سياسي على جنب خلينا نكون عم نجتمع نحنا كالنواب عن المدينة لحتى نكون عم نحكي بالإنماء لأنه بالآخر المدينة يبيحاج لأنماء كتير كبير مثل ما سكعت حضرتك في عنا سنوية وعقود من الإهمال الممنهج يمكن ويمكن غير الممنهج فنحنا كنا بحاجة لحتى نكون عم نهتم لأمور الناس اللي هي إنمائية ممنهج برأيك إلتا أكيد طبعا 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 ما معقول يكون عم تصير أشياء بالصدفة أنت بتعرف بالسياسة الأمور ما بتصير بالصدفة بالسياسة في كتير أمور بتصير لأنه في حدا حابب أنه تصير أكيد كان في إهمال ممنهج من قبل من قبل يمكن بعض الأشخاص من الداخل وحتى من قبل يمكن بعض الجهات اللي هي خارج ترابلوس اللي هي ما بدها ترابلوس أساسا تصير هو تصير هي هو يعني ترابلوس اليوم ضحية سياسة ممنهجة لتفقيرة أكيد أكيد ونحن هون بدنا نحمل الدولة المسؤولية لأنه الدولة كان المفروض أنه تهتم أكتر بطرابلوس ترابلوس عندها كل مقاومات النجاح عندها كل مقاومات لحتى تكون مدينة سياحية من الطراز الأول عندها كل مقاومات لحتى تكون مدينة اقتصادية من الطراز الأول ولكن ما أخذت ترابلوس حقه علما أن اليوم ترابلوس دائما شخصيات ترابلوس نعم متمثلة في الحكومة نعم من رئيس الحكومة مش أول مرة نعم إلى وزراء خدماتيين وليس وزراء هيك صوريين نعم صح؟ صحيح يعني هذا ينعكس كلامك أو يترجم كلامك أنه هذا ممنهج لتفقير ترابلوس أنا ما عمقول أنه الحق على شخصيات ترابلوسية بحث كانت هي بالحكم أنا عمقول الحق على الدولة ككل يمكن كان فيه تأخصير في مكان ما من بعض الشخصيات الترابلوسية الدولة هي أشخاص الدولة هي مسؤولين الدولة هي رؤسات صحيح بس هي مش بشخص فيه يكونوا حلات الدولة الدولة هي مكونة من عدة شخصيات على مستوى الوطن فأنا بتصور كان قرار أكبر من أنه يكون مرتبط بشخص واحد تقرر هو عملتوا مبادرة كانت المبادرة حتى نجتمع كانوا بطرابلسيين ليتم ناقشة الأمور الإنمائية وبلشنا نحنا من شهر ستة تم أول اجتمع بشهر ستة وصار في اجتماعات شهرية كانت عم بتصير لشهر 11 كان في نتيجة كنا عم نقدر نطلع ببعض المقررات كنا عم نقدر نتواصل مع الجهات اللي نحن بحاجة لحتى نكون عم نتواصل معها لحتى نقدر نقوم ببعض الأمور اللي هي بتساعد الناس ولكن ما بعض الطعن تم تغيير انت بتعرف بالمشهد النيابي في نائبين طلعوا من المجلس وفي نائبين رفيتوا عن المجلس أنا دعيت بشهر 12 من بعض الطعن لانتخاب ولكن 4 من 8 حضروا ومن هذا الوقت لهلأ صار كأنه واضح أنه في بعض النواب اللي هني مش حابين أن يكونوا جزء من الاجتماعات ولكن أنا يعني نحن عم نحكي بعض فوزة نائب فوزة الكرامي نعم والنيب التاني شخص مذكرني ما تخزني حيدر ناصر حيدر ناصر بعض ما بعرفه نعم يعني توقفت هذه الاجتماعات يلي كان يمكن العنوان الأساسي كيفية إنماء ترابلوس أو كيفية مساعدة الناس في تخطي هذه مية بالمية نحن قلنا خلينا بعض عن السياسة وخلينا بس بالإنماء وأكيد نحن نواب عن الأمة لحتى نكون عم نهتم بالشعب وخاصة الشعب لطرابلوس لأن نحن نواب عن طرابلوس فمن الضروري إنه يصير فيه اجتماع للنواب من الضروري إنه نحط كل خلافتنا السياسية على جنب حتى نحط كل شي في عنا خلافات شخصية على جنب لحتى نقدر نشتغل إنماء نحن هالأسبوع كمان بقدرنا بالتواصل مع النواب لحتى نشوف كيف المزاج بما يخص اجتمع للنواب مزاجة الشبيبة مجاز النواب فأنا بتمنى إنه يعني يكون فيه إيجابيات بعد ذلك ما فيه جواب شايفي عند الكل ولكن نحن مشين بهذه طيب أنت على الصعيد الشخصي شو عم تعمل بالإنماء كمان أنت نايب عن نحن على الصعيد الشخصي يعني جبت رقم لا يستهبه نعم فيه ترابلوس وفيه ناس يلي على الأقل يعني يلي انتخبك يعول عليك أول شي على الصعيد الترابلوسي تاني شي على الصعيد نعم أول شي احنا خلنا نكون موقعيين عصعيد التشريع انت بتعرف بلد مشلول عصعيد الإنجازات انت بتعرف ما فيه إنجازات هلا لأنه في عندك تركيبة سياسية بعدها مش زابطة بغياب رئيس جمهورية بغياب حكومة فعالة بعدم يعني فعالية مجلس النواب فنحن عصعيد التشريعي نحن في بعض الأمور اللي نحن عم نقوم فيها من منطلق القوانين يلي إجمالها صارت جاهزة الشعب اللبناني ككل وأكد بتخدم الشعب لطرابلسي في قوانين جاهزة لحتى تم طرحها مجرد ما سير فيه فعالية لمجلس النواب عصعيد الانماء فيه مؤسسة انمائية اسمها آي ام دي اسمها مؤسسة اهاب مطل للتنمية هاي دي المؤسسة تم تأسيسها قبل ما أنا يعني اترشح أساسا وهي كانت عم تقوم ببعض الأمور الانمائية نحن نعرف انه كل القطاعات بيحاجة هيدا نحن عم نركز معظم نشاطاتنا الانمائية على القطاع التربوي اي شيء الى علاقة بالتعليم اي شيء الى علاقة بتمكين المهارات اي شيء الى علاقة بتمكين المرأة اي شيء الى علاقة بتقوية التلميذ بتحضيرهم لحتى يفوتوا يعني على الجامعات نحن في عنا عدة ملفات عم نشتغل عليها ضمن هيدا الاطار اكيد في عنا بعض الأمور التانية اللي نحن عم نقوم فيها ولكن نحن منا نحن فصلين العمل التنوي لا يندي عن السياسة يعني اي حدا بحاجة لمساعدة اي حاجة او اي حدا نحن منشوف انه قادر هو انه يستفاد من مشاريعنا ما منسأله شو انت ميو السياسة ما منسأله شو ضائفته ما منسأله لمين تابع ما منسأله مين بيدعم نحن في يعني في مساوية بالتعاطي مع شرابة رابلسي ككل ضمن هيدا الاطار فهيدا العمل التنوي ولكن ما حدا بحي المحل الدار نحن عم نحاول نكون عم نسد صغرة كتير صغيرة بيظل غياب الدولة بيظل غياب الدور الحقيقي للدولة اللي هي لازم تكون عم تقوم فيه الى حين على عمل انه يصير في فعالية اكتر لمجلس النواب يصير في فعالية اكتر لحكومات يصير في مساري اكتر بالدولة لحتى خلينا بلش من مجلس مزرحنا على مجلس النواب وهو العنوان الاساسي الشائق جدا جدا من سبعة تشهر حتى اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية واللافت ما قاله الرئيس نبيه بره انه كأنه وضع صقفا 15 حزيران نعم لانتخاب الرئيس وحضرتك شفت الرئيس بره قبل ما يعلن هذا الكلام صحيح صحيح شو استشفيت اول شي من من اللقاء مع رئيس نبيه بره وهل يستطيع او هل نستطيع ان ننتخب رئيس قبل 15 حزيران حزيران علما انه نائب رهيم كنعان المجنون يلي بيحدد سقف زمني نعم صح صحية هيتل نشوف بزيارتي عند الرئيس بره هو يحكي معي بهذا الموضوع هو قال لي انه نحنا لازم نكون عم انتخب رئيس قبل 15 شهر وهو حط انه هيدا مرتبط بصورة مباشرة بحاكمية مصرف لبنان اه انا استشرفت منه انه حريص جدا انه يكون يعني انتخاب حاكم مصرف لبنان بوجود رئيس الجمهورية بما يعني قموقع ماروني والصفاء الاولى وثانيا حتى ما يصير فيه كمان خلاف على شو قادر تعمل الحكومة هل الحكومة بتعين هل الحكومة بتمدد هل النائب الشيعي لحاكم مصرف لبنان هو يلي بيستلم انا استشعرت منه انه ما في رغبة انه الحاكم الاول او النائب الاول للحاكم الشيعي انه هو يستلم انا استشرفت منه انه اذا اذا ما بيصير فيه انتخاب لرئيس الجمهورية نحنا حنكون في عنا مشكل بما يخص حاكمية مصرف لبنان وممكن هيدا يكون العنوان الاكبر للمشكل المقبل بما يخص العمل الدستوري بالدولة فهو من هالمنطلق هيدا حدد هو هالفترة الزمنية لحتى ما نوقع نحنا بهالمشكل هيدا بما يخص الحاكمية ولكن الخيارات هتكون يعني على حسب ما انا سمعت الدكتور سامير جارجع بيقول انه هو مع انه الحكومة تكون عم تعيين حاكم مصرف لبنان اذا ما في رئيس الجمهورية وبالمقابل المرشح سامير بيفرنجية بيقول هو يرفض انه الحكومة تكون هي عم تعيين حاكم مصرف لبنان نفس الرأي هو عند الرئيس بره وسمعنا كمان مبارحة سمحت السيد نصر الله عم بيقول كمان نفس الكلام انه هو ضد انه الحكومة تكون عم تعيين حاكم مصرف لبنان أسوة بأن الحكومة لم تقم بتعيين المدير العام للأمن العام بالرغم أنه يمكن هذا كان عمل برلاني يعني موعد تعيين حاكمية مصر في لبنان هو هو العلم الأساس نعم طيب قبل ما روح إذا قادرين أو لا نعم أنا عكا الرئيس نبه بري أنه تصوت لإسلامين فرنجان لا ما تم حكيني ما تم الحديث لا لا بكل هكذا فيه ما تم الحديث عن إمكانية الإقناع أو لا ولكن هو قال لي بصريح العبارة أنه هو ملتزم وأنه ما فيه خيار تاني غير إسلامين فرنجي بالنسبة لرئيس بربيك لماذا؟ تسألته لماذا؟ هو بالنسبة لقاله أكيد هلأ هو بحكي ممكن عن الموضوع لا نتشوف شو قال لك هو عطى بعض الأمور المتعلقة بالعلاقة مع سوريا عطى بعض الأمور المتعلقة بالمقاومة وعطى بعض الأمور المتعلقة بالتمثيل المسيحي ما يعني تمثيل المسيحي؟ علما أن الإسلامين فرنجي اليوم لا يستطيع أن يمثل المسيحيين كالكل باعتبار أنه فيه كتلتين نيابيتين كبيرتين ترفض ولكن فيه تاريخ فيه حيثية فيه وجود فيه شعبية فهذا الكلام الذي ترقله الرئيس أنت شو كان وجدت نظرك؟ شو قلت له؟ اقتنعت؟ هو ما سألني إذا أنا بدي صوت كنت عبدت تزله براسك نزولا؟ إجابة ما بهز براسي لحد هو كمان سمع مني رأيي قلت له أنه أنا مرشحي اليوم هو مشاهلا معوض مرشحي مبارح هو مشاهلا معوض لأنه أكيد فيه مواصفات نحن نحن حطيناها وهذه المواصفات بمعظمة هي تنطبق على مرشح مشاهلا معوض اللي هي إلى علاقة أكيد بالحفاظ على الدستور إلى علاقة يعني بالعلاقة مع الدول العربية إلى علاقة بهيك النظافة والنزاهة من أي فساد أكيد إلى علاقة بإمكانية التواصل مع أكبر داد ممكن من الناس فأنا لليوم بعد ومرشحي مشاهلا معوض أكيد يمكن الحزوز اليوم أخف من قبل أكيد إذا بصير فيه تغيير بالمسار بالتواصل والنقاش والتعاون مع حلفائي ومن ضمن مشاهلا معوض يمكن نحن نروح على خيار ما هو الخيار الآخر يعني حضرتك قلت حزوز مشاهلا معوض اليوم أقل بكثير من السابق بكرة شو برأيك؟ بعد لليوم أسا ما فيه مرشح فعلي إجماع من قبل المعارضة ما هو العائق أنه ما يكون فيه إجماع من قبل المعارضة ومن هي إذا بدك المعارضة بشكل عام معارضة على مين؟ من هي المعارضة؟ هي المعارضة اليوم هي الفريقين المسيحيين الكبيرين والحلفاء بعض المستقلين بعض التغييريين وبعض نواب السورة هيدون المعارضة اللي هن لا ينتموا أو غير قريبين من محور الممانعة أو ما يسمى محور الممانعة يعني 8 أذر يعني بس أتيار وطن الحر هو قريب من الممانعة لكن معارض اليوم تخبر رئيس بشي ما بعرف هون بدك تحطه بأي خانة ما بعرف أساسا إذا هو بعارف حاله بأي خانة بدي يكون أكيد اليوم نشوف أنه هو من أكثر الأشخاص اللي هو عم بيعارض ترشيح سلمية فرنجية ولكن بالمقابل منه عم يطرح أي مرشح آخر ومنه عم يمشي بأي مرشح آخر هل يلتزم إيهاب مطر بما يتفق عليه المعارضون؟ اللي قال لك شغلي بكل صراحة وبكل شمي فيه إستاذ فعدي أنا بلتزم باتفاق جامع ضمن مجلس النواب وضمن أفرقاء اللبنانيين لمصلحة وحيدة أنه إحنا بدنا بلد يمشي أنا لا أؤمن بمبدأ التعطيل لا أؤمن بمبدأ يعني الكهيدية السياسية أنا مع أن يكون البلد ناشية فلما إحنا منشوف أنه في إجماع لما نشوف أنه غالبية اللبنانيين متفقين على رئيس للجمهورية أكيد أنا لا أكون معارضة طيب حضرتك عم تقول أنه أنا لا أؤمن بمبدأ التعطيل في حال عقدت جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس وكانت حزوز إسلاماني فراجية هي الأقرب إلى الفوز هل تلتزم بمبدأ المعارضة أنه لن نسمح سنعطل سنطير النصاب في حال أرادت المنظومة إيصال إسلاماني فراجية خيار تعطيل النصاب هو آخر خيار عندي تفكر به؟ إذا في ضرورة منشوف يعني بين التعطيل وبين انتخاب إسلاماني فراجية تلجأ إلى التعطيل خلي تكون الأمور بوقتها أنا مع أنه إذا في إجماع يعني إذا سلاماني فراجية أكيد ما احترمه لأقلو صار عنده حزوز يعني نحن عم نحكي ب86 نائب كان يصابه طيب إذا في 86 نائب ستشارك بهذا النصاب؟ إذا في نصاب أكيد إذا في نصاب إذا في اتفاق تشارك ممكان يكون إذا الكتائب كتائب أعلنت موقفها المرشح ميشيل معود وكتلته تجدد القوات اللبنانية الاشتراك أكيد سيؤمن النصاب إنت أين رح تكون؟ إذا في نصاب أنا حكون مع النصاب أوكي مع الماشي؟ لا مش مع البلد مش مع الماشي نحنا بدنا البلد يمشي إنه بيعتبروا أنه رئيس آخر من محور الممانعة كالرئيس ميشيل عون ما رح يخلي البلد يمشي ممتاز معناته المفروض اليوم إنه أفريقين المسيحيين الأكبر يطرحوا مرشح بديل وخلي العبد دموقراطية تخبر مجراها نحنا منقول إنه نحنا ما بدنا نأمل نصاب في عنا مرشح يمكن صار فيه اتفاق عليه في مكان ما أو في غالبية الاتفاق عليه بس نحنا ما عنا مرشح بديل طيب شو بنعمل؟ منخلي البلد كمان فاضي من دور رئيس جمهورية لسنوات عديدة؟ لا إذا هن في عندهم مرشح جدي قادرين أنه هن يكونوا عم يخدوا معركة فيه يطرحوا اليوم قبل بكرة طيب أستاذ إهار الحرك الذي يقوم به اليوم السفير وليد الدخاري انطلاطا من اجتماع اليارزي والترويئة بين السفير والمرشح الإسلامين الفرنجي نعم وصولا إلى اجتماعه مع الكتلة السنية بارح نعم هون بالصيفي الأمور بأي اتجاه برأيك؟ هل هناك تطور في الموقف السعودي باتجاه مرشح إسلامين الفرنجي أو بعض الأمور أو بعض الموقف السعودي كما هو؟ يعني ولي هو؟ يلي هو؟ شو كما هو؟ أنه أول شي عم بيقول أنه أنا ما عندي فيدته على حدا نعم من شهرين ثلاثة كان عم بقول نحن لا نحبز وصول مرشح نعم من هذه الطبقة نعم نحن نقول شي عم نحكي أنا نعم على المواصفات صحيح على المواصفات صحيح اليوم شو؟ بات مقتنعا أكثر أنه الأقرب إلى قصر بعبده هو السلمية الفرنجي اللي نحن بالسيبة ما كنا عم نشوفه نحن كنا شايفين أنه فيه شبه القطيعة بين السفارة السعودية وبين سعادة السفير وبين كمان بنشعي ولكن هالمرة شفنا أنه تم التواصل شبه قطيعة؟ نعم قطيعة؟ فينا نسميها؟ شبه قطيعة؟ فينا نسميها قطيعة ليه؟ لأنه ما كان فيه تواصل بالمباشر أوكي وأكيد في عدة أمور كانت مرتبطة بهذا الموضوع وبما يخص أكيد العلاء مع سوريا يلي كان فيه فطور عربي فأكيد يعني كان فيه هذا الفطور صار عم يترجم كمان على الحلفاء لسوريا بالداخل ولكن هلأ نحن عم نشوفه في بعض الانفراجات بما يخص العلاقة بين سوريا وبين جماعة الدول العربية أكيد بقيادة السعودية نعم ولكن لح تنرجع على الملف هلأ السفير السعودي يلي أنا شفته من خلال جولته أنه عم بيقول أنه عم برجع موضوع رئيسة الجمهورية إلى داخل اللبناني صحيح عم بيقول نحن غير معنيين بتسمية أحد نحن غير معنيين باستثناء أحد نحن اللي عم نقوله أنه هذا الموضوع موضوع لبناني أكيد ما في فيتو على حدا وأكيد هيدا أجل ضمن الإطار يعني زيارة الوزيئة الفرنجية لليرزي ولكن أنت بتقلي أنه هل هذا يعني أنه هو داعي من السلمية الفرنجية بقولك لا والدليل أنه تاني يوم صار في زيارة لمرشح مشال المعوض من السفير السعودي وبنفس اليوم صار في زيارة لقائد الجيش يعني في تواصل مع عدة فرقاء في تواصل مع أكتر من مرشح لرئيسة الجمهورية فأنا شايف أنه السعوديين عم بيقولوا أنه هذا الموضوع موضوع لبناني يعني نحن لازم نحن نكون عم نقول للداخل بالخارج أنه هذا القرار لبناني نحن نكون عم نقول هايك بس ننزل على مجلس النواب وبس ننتخب مننا ما نريد حاجة لحد تحدا يكون عم بيقلنا أنه أنتوا هتموا وأنتوا نتخبوا رئيسة الجمهورية فأنا مني شايف أبدا أنه في أي تحيز من الطرف السعودي لأي مرشح طيب كمان السفير السعودي راح زار الكتلة السنية أنت ممنع بالكتلة بس أنه أكيد بتكون يعني عرفت شو صار الحديث نعم نفس التوجه نحن أكيد بس كان يمكن بس تكون بين هايك الأفريقاء ضمن الأبواب المغلقة بيصير في هايك كلام شواء بشفافية أكد بكل شفافية وبكل أمانة هو نفس التوجه ولكن كمان نحن عطينا أكتر غير كلمة نفس التوجه يلي استشفيناه بالإضافة لا لا هو كان في كلام أنه في فترة زمنية وليس ما تكون بعيدة لحتى يتم فيه انتخاب لرئيسة الجمهورية وإذا ما بيتم انتخاب لرئيسة الجمهورية فيه إمكانية التوجه إلى عقوبات العقوبات من الدول العربية وحتى من الدول الأوروبية وأمريكا على ربنان إذا ما صار فيه انتخاب لرئيسة الجمهورية فكان فيه ضغط باتجاه انتخاب لرئيسة الجمهورية بأقرب وقت ممكن هل تخسر المعارضة بهذا يعني مع تطور الملف الرئيسي وإعلان الرئيس بره أنه أنا حاطت ساقف خمساشح زيران ومرشح يفلين نعم يعني بالمقابل المعارضة لم تتفق بعد على أي مرشح عم تخسر الورقة من إيه المعارضة أكيد مية بالمية أكيد أساساً هي باش تخسر الورقة لما طرحت شيء اسمه بلان بي فيه مرشح اسمه مشار المعوض كان فيه شبه إجماع عليه من 44 يعني 44 حتى كما كان فيه بعض النواب اللي كانوا غايبين لو كانوا حضرين يمكن كانوا وصل لـ 49 أو حتى للخمسين ولكن بالمقابل الوزير إسلامية فرنجية كمان لليوم ما عنده أكثر من 55 نائب يعني بعد الشغل على الطرفين لازم يكون المعارضة فجأة صار فيه كلام بما يخص البلان بي صار فيه كلام بما يخص يمكن شخصية تانية فهيضا يمكن اللي كمان أفقد حزوز النائب مشار المعوض أكيد إذا ما فيه ترشيح جدي لمرشح بيواجه الترشيح السمافرنجية من المعارضة يكون فيه إجماع عليه معناته أكيد الموقف ضعيف جدا من هي الأسماء الأقرب إلى التوافق عليها من قبل المعارضة؟ ما فيه عندي معطيات أكيد فيه كتير شخصيات محترمة كل الأسماء اللي اليوم عم تنطرح هيا تخبرنا فيه كتير أسماء فيه حنان فيه إصال خليفة فيه جهد أزعور فيه كتير أسماء عم تنطرح فيه يعني في النائب كمان نعمة فريم فيه كتير نواب عم بيتم فيه كلام حول يعني إمكانيه الإجمال عليهم ولكن ما فيه قرار بعد حتى يعني يمشوا بأي شخص وهيدا الشيء كل ما طول على الصعيد الشخصي شو عم تعمل لتقريب وجهات النظر؟ فيه شيء هيك مسعى شخصي لتقريب في وجهات النظر لأن كل كون إذا بدك فيه مركب واحد نعم يعني بدنا خلاص فيه مكان ما أنا كناقب مستقل أكيد فيه تواصل مع الجميع وأكيد فيه حاجة مع الجميع ولكن نحنا بدنا نشوف الكتلة الكبيرة يلي هي بالفعل في عنده يعني حضور بعدد النواب الكبير لحتى هنه يكون عم يتفقوا علي بالدنيا وأنت بتمشي بهذا السيط أنا 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 مع التوافق أنا مع أنه يكون عندنا الإجمهورية اليوم قبل بكرة ضمن أكيد المواصفات يلي أنا طرحتها واللي نحنا اشتشفتينها من خلال الجو العربي واللبناني ولهلأ سكرت لك يون يعني الطائف لا فساد العلاقة مع الدول العربية إمكانية جمع للجميع أو بالأحرى غالبية لبنانيين لما يصير في التوافق على هالموضوع حيدا معنات أنت صارت جاهز لحتى تمشي برئيس الجمهورية طيب اليوم برأيك الحكومة من بعد 15 حزيران إذا ما رحنا إلى انتخاب نحنا في آخر حزيران في استحقاق حكمية مصر في لبنان شو رح يصير بين 15 إذا ما صار في جلسة وموعد الاستحقاق أكيد حنشوف حركة دبلوماسية قوية أكتر بكتير بأخير الأسبوعين لحتى يتم الضغط على هذا الموضوع وانتخاب رئيس قبل واحد يعني تموز بصورة خاصة يمكن صير في تمديد تقنيه لحاكم مصر في لبنان يمكن حكومة تاخد خيار آخر في عدة احتمالات ولكن نحن بالحل الأول هو انتخاب رئيس الجمهورية لحتى نلغي أي فرضية تكون ما تخدم البلد أكيد يعني حاكمية المصر في هذه الأشياء الأساسية نحن خلينا كمان ما ننسى أنه بكانون الثاني بتخلص ولية قائد الجيش فإذا ما في رئيس الجمهورية اليوم أو بكرة أو خلال شهرين أو حتى لشهر 12 شو بدنا نعمل كمان وقته بصير في عنا شغور بحاكمية مصر في لبنان بصير في عنا شغور كمان بموقع قائد الجيش وفي عنا شغور برئيس الجمهورية يعني أنت عم تحكي على مواقع مارونية مهمة جدا ما لازم نسير فيها شغور فنحن من مصرحة الجميع أن يكون فيه انتخاب رئيس الجمهورية تب برأيك عم ينشغل على باكج متكامل رئيس جمهورية رئيس حكومة حكومة جدوى الأعمال خليني خليني يكون معك صريح كمان رح قالك شو المعطيات وراح قالك شو رأي بالموضوع المعطيات أكيد في محاولات من أكتر منطرف لحتى يشوفوا إذا بيقدروا يمرقوا شي مثل باكج نحن كنا سمعنا هذا الموضوع يعني عن محاولة فرنسية لحتى نشوف إذا بركب شي من هم سقطت المحاولة الفرنسية برأيان بعد ذلك ما في شي راكب يعني هيدا معلومات ولكن أنا رأي شخصي أنه نحن خلينا أول شي نكون عم نفوت بملف رئيسة الجمهورية لاش لحتى نحكي باكج لاش لحتى يكون فيه رئيس الحكومة عم نحكي فيه بهلأ طالما هو يتم تكليفه من النواب لاش لحتى يصير فيه مصادرة لرأي النواب لما بده يصير فيه اتفاق على رئيس حكومة مع رئيس الجمهورية يعني نحن بلاشنا نفوت بمبدأ المحاصصة نحن بنرفض مبدأ المحاصصة نحن مع أنه تكون كل مرحلة عم تاخد وقتها عم تاخد ظروفها اليوم المرحلة هي مرحلة رئيسة الجمهورية أنا كأيهاب مطر أرفض أي كلام عن محاصصة أرفض أي كلام عن تاكج ديل أرفض أي كلام عن اسم رئيس حكومة يكون شرط لانتخاب رئيسة الجمهورية علما أنه اللي بده ينتخب رئيسة الجمهورية هن النواب نعم والنواب هن أيضا يعني إذا بدك يكلفون رئيس الحكومة هاك بسانس فيجوري نعم أكيد يعني دايما نعود إلى مجلس النواب يعني الفريق اللي بده ينتخب رئيسة الجمهورية هو زيته قادر أنه يكلف رئيس أو يرشح صحيح بس هو كمان الفريق اللي بده يكون عم يشرع لبعد أربع سنين هو هو الفريق زيته كمان يمكن بكرة إذا تم الكلام على يعني قانون انتخاب جديد بده يصوت عليه نحنا فينا نعرف اليوم شو حيكون رأي كل نائب بأي أستحقات بالمستقبل لا كل مرحلة عنده ظروفه اليوم الوقت هو الانتخاب رئيسة الجمهورية هيك البلد بيرتاح والبلد ببلش يشوف والناس بتصير تشوف نحنا كنواب يلي نحنا من آمن بتغيير النهج نصير نشوف أنه بالفعل في نية عند الطبق السياسية أنه تكون عم تغير مسار البلد لأنه بالآخر المسار اللي كانوا مشين فيه اللي هو كان مبنى على المحاصصة هو اللي فشل الدولة هو يلوصل البلد لهون فلما بصير فيه كلام على المحاصصة منحس أنه كأنه بعدنا ما حلنا بعدنا ما نحنا على مكان آخر بعد عندي موضوعين بدي أحكي فيه لو سمعت نعم تأجيل الانتخابات البلدية أو خليني تسميها تطيير نعم أوكي بتسميها مثل تطيير أنت مع الانتخابات البلدية أنا مع الانتخابات البلدية أنا صوتت ضد تمديد للمجالس البلدية الحالية ونحلك أكثر من هيك زملاء النواب يلي لو تواصلوا معي أنا كان اسمي هيكون كمان على الطعون يلي هي تقدمت أنا حضرت الجلسة من مبدأ أنه عدم التعطيل ولكن أنا صوتت ضد التمديد أنا مع أنه يصير في الانتخابات البلدية اليوم وأنا إذا هلأ بيتم قبول الطعن أنا بكون مبسوط وأنا معرف أنه في مجالس بلدية معطلة على مستوى الوطن ونحن هذا الشيء شايفينه بطرابلس لماذا تطيروا الانتخابات برأيك؟ من الناحية اللوجستية قد يكونوا محقين أو من النواحي الأخرى سياسية وغيرها؟ أكثر هو موضوع أكيد سياسي كل شيء مرتبط بالسياسي أنا برأيي الناس يلي هي مددت والناس يلي قاطعت والناس اللي طعنت معظمهم ما بدوا الانتخابات بلدية لأنه بيعرفوا أنه هلأ الظرف غير مؤاتي لحتى يصير في الانتخابات يمكن كل الأحزاب السياسية ما عندها سيئة بالفعل أنه هي رح تقدر تحافظ على نفس المكاسب اللي هي عندها يمكن في ناس ما بدأت ترفع مصاري للانتخابات في عدة عوامل بس الموضوع هو أكيد بالسياسي الحكومة كانت جهزة لحتى هي تقوم بالانتخابات فنحن ما بدنا نكون عم نحط الملامة على رئيسة الحكومة وعلى الحكومة ككل تم تمديد الانتخابات بمجلس النواب ومجلس النواب هو المسؤول على التمديد وأنا مصر أنه حتى الناس اللي طعنت وحتى الناس اللي هي ما حضرت كمان في قسم كبير منهم لم يكن يرغب بأنه يصير في أي انتخابات بلدية عظيم التقارب العربي السوري نعم والقبول بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ماذا برأيك قدمت سوريا على الصعيد الداخل السوري وعلى الصعيد العلاقات مع الدول العربية نعم كي هايك يرفع الحظر على عودة سوريا إلى الجامعة العربية نعم أكيد موضوع سوريا كان مفاجئ بالصراعية اللي تمت فيها الأمور ونحنا بنعرف أنه بكمة الجزائر كان رفض تام بالحديث عن أي مشاركة لسوريا بالكمة اللي صارت وقتها ولكن نحنا عم نشوف أنه السعودية عم تتجه على رؤية عشرين ثلاثين هيدا الرؤية اللي هي تدعو إلى كم أكبر من الاستقرار في المنطقة وهيدا بينطويت تحت هيدا الإطار أنه لما نحنا بدنا استقرار بالمنطقة ككل نحنا بحاجة لحتى نكون عم نصفقي خلافاتنا مع الجم دقينية يعني مع الكل اكيد بما يخص الدول العربية نحنا مع التضامن نحنا مع وحدة العرب نحنا نحنا مع القرار الجامع للعرب بقول لك أساه أكثر من هيك انا كنائب عن الأمة اكيد انا مع انه يكون فيك علاقات مع سوريا من بلد لبلد عليقاتنا الديية ما يكون لبنان جزء من سوريا وما يكون في زمن وصاية تاني نحن مع أن يكون في احترام للسيادات مع يكون في علاقة ولكن نحن في لبنان في عنا وضع خاص مع سوريا وخاصة في طرابلس كمان في عنا وضع خاص الشئ السوري اللبناني مرتبط بموضوعين أول موضوع هو موضوع اللاجئين واللي هيدا لازم يصير في كلام بغض النظر عرغبتنا بالتعامل مع سوريا أو لا لازم يصير في حوار لحتى يصير في حل يعني تؤيد موقف السيد حسن نصر الله أنه نطبع مع السوري خيط حل موضوع النزحين السوري أنا لا أؤيد موقف السيد حسن نصر الله أنه رئيس الحكومة يروح على سوريا أو أنه يكون في وفد وزاري رفيع مستوى أن يروح على سوريا أنا مع أنه أكيد يتم التواصل ولكن نحن بنعرف بصير التواصل تراتبيا أول الشي بيكون ممثلين عن الوزراء أو ممثلين عن الدولة لحتى يروح بقى باتجاه تاني ولكن أنا بدي أقول لك إذا في نية حسنة عند أطرفين وأكتر عند أطرف السوري لحتى يتم التعاطم مع لبنان منطلق ندي ليش نحن بدنا نروح ليش ما هني بيتفضلوا لعنا ليش ما بيجوا وفد من سوريا بيزور لبنان بيزور حكومة لبنان يعني هيدا المبدأ أنه لبنان بدروها على سوريا لازم نحن بقى نشيره من بالنا في سفارات خلي يتم تفعيلها السفارات طالما فيها الأجدية طالما في حسن نية يتفضلوا هني يزورونا نحن أكيد بنرحب فيهم أهلا وسهلا فيهم ولكن موضوع السوري الشئ اللاجئين لازم يتم التعاطي وهيدا لا يعني أنه تم التطبيع بسورة تامة وهيدا لا يعني أنه كل الخلافات العلقانية بينه وبين سوريا راح تنحلت نحن في عنا أمور شائكة إذا بدوا يصير في تعاطي منطلق ندي لازم يصير في حل لبعض الأمور يلي أولا هي الأمور القضائية نحن بنعرف بسورة تامة أنه القضاء اللبناني أدان المخابرات السورية بتفجير التقوى بسرعة بطرابلوس بدنا حل بدنا محاكمة بدنا محاسبة بدنا جواب ضمن هذا الموضوع الموضوع الثاني يلي هو موضوع الحدود يلي فيه تهريب كليوم يلي فيه كابتاقون عم بيروح هيدا كمان بده حل ما معقولة تدلل لحدود سيبة أكيد نعرف أنه فيه فيه تزاوج وفيه تخالط وفيه مصاهرة من لدنانو سوريا ولكن هيدا كمان بده حل وموضوع الثالث هو موضوع المبعدين يلي يمكن قسم منه أنه هو بالفعل بسجورة السورية كمان بدنا حل فنحن بصورة تامة وصورة شاملة مع أنه يصير فيه علاقات المبعدين أو المعتقلين أو المخفيين وبعدين معتقلين مخفيين مأتولين شو ما بدك ولكن كمان هيدا ملف بده حل أكيد من منطلق تصفية الحسابات وصفاء النية أنه يصير فيه حوار وحل حول هيدا الأمور ومع أن يكون فيه علاقة ندية وبرجع بشدد ندية وسيادية بين لبنان وبين سوريا هذه الأمور التي تتحدث عنهم يعني يعتبر المرشح سليمان فنانجي أنه هو من خلال قربه نعم مع النظام السوري يستطيع أن يأخذ منها هذه المطالب نعم ما رأيك؟ أنا خلينا أقول لك يا بكل صراحة أستاذ فادي مصلحة لبنان تقتضي أنه أي شخص قادر أنه يكون عم بقدم شيء للبنان ومما كان يكون وبأي موقع كان أنه يقوم فيه لماذا يريد أن يضع شرط أنه يكون هو رئيس الجمهورية هذا إذا كان هو عم بقوله لا بده يضع شرط أنه يكون رئيس الجمهورية حتى يساعد إذا أنت قادر أنك تساعد إذا فيه موني ساعد اليوم بالعكس يمكن أن أنت تقنع غيرك أنه أنت صورة الشخص المناسبة حتى تكون رئيس الجمهورية يعني عم تقول أنه كان يجب أن يبادر أو يجب أن يبادر اليوم أنا عم أقول إذا هو بالفعل قادر أن يكون بس ما عنده السلطة حتى مثلاً عم بقرأ اليوم أنه اللواء إبراهيم راح إلى السورية تقول أنه أنا بلعب بدور وساطة نعم أو بتنحل موضوع اللاجئين قالوا لهم منعتذر أنت بطلت بموقع رسمي أستاذ فادي هل في نية حقيقة عند النظام السوري أنه يرجع يستقبل المواطنين السوريين في لبنان؟ هذا السؤال الأساس إذا في نية ما بدك رسميات وما بدك رئيس جمهورية وما بدك وساطة قد يكون الشرط فيه شرط أساسي على الانفتاح الديبلوماسي السعودي السوري وعودة سوريا إلى الجامعة العربية يمكن يكون بند عودة النازحين السوريين إلى سوريا شرط أساسي أو بند أساسي يعني هل يضحي بشار الأسد بعلاقته مع كل الدول العربية ولا يلتزم ببند عودة النازحين؟ أنا بتصور إذا السعودية عم تدخل بالموضوع والسعودية عم تقوم بدور ريادي وقيادي ضمن هذا الإطار أنا بتصور إنه المفروض يصير في التزام إذا بصير في عدم التزام أكيد حيكون في محاسبة وحيكون في أمور حترتب عليها شو محاسبة بشو؟ إنه أكيد إذا فيه اتفاق سعودي سوري إنه اللاجئين يرجعوا وسوريا تخل يمكن نرجع نفوت كمان بنفس عدم الاستقرار نحن هلأ فيه يمكن كمان نصير في عقوب بيت أكتر يمكن نصير فيه يعني بعض الأمور التانية والشرط التاني هو إنه خروج كافة الميليشيات الأجنبية من سوريا يستطيع اليوم السوري ينفذ هذا البند؟ نحن بدنا نقول أكيد إنه طالما السيد حسن نصر الله سماحة سيد حسن نصر الله كان برحة عم بيقول نحن لازم نهني حزب الله ونهني سوريا على فوزهم بالحرب لا أنا بقول إنه طالما أول الشي الحرب انتهت شو عم يعملوا بعض عناصلوا حزب الله بسوريا؟ طيب يرجعوا هيدا أول شغلة وشغلة التانية لازم 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 حزب الله وكما في مراكز بين المزوجين إيرانيين في سوريا كمان يرجعوا خلي الكل يرجع محله طالما صار فيه استقرار والنقطة التانية أنا برأي بالعكس لازم سوريا وحزب الله يقولوا شكرا للسعودية لأنه هي كانت قائد بعودة سوريا إلى الجمعة العربية هي اللي رجعت عطت أمل أنه رح يكون فيه هيك استقرار أكتر بسوريا فإذا اليوم ما بقى فيه حاجة لحتى يكون فيه أي ميليشيات يعني خارجية ضمن سوريا خلي الكل يرجع عبلاده بركي بصير في بداية أساسا حل بالنسبة لأنه بركي كمان بصير في بداية حسن نية بالداخل منقول نحنا أخطأنا بزهابنا كحزب الله إلى سوريا نحنا خلونا نرجع للداخل اللبناني ونرجع نعيش كل يتنا كل لبنانيين ونبلش نشتغل على موضوع الاقتصادي على الأمور اللي بتهم الناس بالداخل اللبناني وندل على الحياد وهي ده الشي اللي كانت الحكومات كل يتعا تطرحوا واللي ما حدا التزم فيه بعد عدي نص دقيقة أخيرا سيكون لدينا رئيس من هلأ لخمسة عشر زيران سنلتزم بخمسة عشر زيران لانتخب الرئيس هذا الموضوع مرتبط بالصورة مباشرة بالمعارضة لأنه مرتبط بالنصاب بغض النظر إذا فيه مرشحتين أو لا إذا ما فيه نصاب ما فيه رئيس الجمهورية ما فيه ضغط من حدا ستسعى المعارضة للاتفاق ستسابق الوقت للاتفاق على اسم واحد تنزل فيه على مجلس النواب لازم ستقومون بمسعى أو شو أكيد نحنا مع التوافق نحنا مع مسعى أن يكونوا في التوافق أكيد أنا أبدأ أشكرك النائب إيهاب مطر أهلا وسهلا فيك شكرا لك مستمعي صوت لبنان ومتابعينا انتظرونا بعض اللحظات في المحور الثاني من هذه الحلقة لحظة موسيقى 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 موسيقى